الصورة دهيت بالشكل اللي بنتكلم فيه على النعمة بتخليني يقف عند ثلاث محطات صغيرة كده قديس بولوس بيقول لنا هذا الكنز في اوان خزافية ليكون فضل القوة لله لها منا ويبتدي يتكلم على صفات مع الانسان مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين متهدين لكن غير متروكين متروحين لكن غير هالكين حاملين في الجسد كل حين اماتت الرب يسوع بيحطنا كده اطار للعمل النعمة تعمل فينا في كل خادم فينا طب ازاي في دعوتنا للخدمة خدمة اللي احنا كل واحد فينا مسؤول عن خدمة عشان كده بنقول في القداس ونحن المدعوين بنعمتك الى خدمتك ونحن غير مستحقين المدعوين بالنعمة فالنعمة اللي هي دعاتنا كلنا ودعاتنا والله يعمل معانا كلنا وما فيش حاجة عند ربنا بتتم كده يعني هاب هازرد من غير نظام الله يقصد اليوم الذي رسمت فيه الله يقصد المسؤولية التي اوكلها اليك الله يقصد سيرة الخدمة قدام كل واحد فينا مهما كان خدمته في ان شاء الله في فصل صغير او في اجتماع كبير او في مسؤولية كبيرة زي مسؤولية الابرشية وهكذا النعمة هي التي دعتك وتعمل معك والنعمة هي التي تجعل فيك هواية خلاص النفوس وده تعبير يحنى زهبي الفم هواية وارجوكم تاخدوا بالكم من كلمة هواية دي كلمة من الكلمات اللطيفة اللي ما فياش اكبار وما فياش ضغط وما هيش مقابل مرتب لا الهواية اللي بيعملها الانسان بكل ملكاته هواية خلاص النفوس هواية تتويب النفوس يعني الصراع الحقيقة الذي نعيشه في خدمتنا كيف نساعد الاخرين على التوبة وبتيجي فترات الاسوام تجدد روح التوبة فينا والصلاوات بصفة عامة على مدار الاسبوع وعلى مدار اليوم وعلى مدار السنة بتساعدنا عشان تتويب النفوس وزي ما الانجيل بيقول العالم قد وضع في الشرير خطايا كتيرة في العالم واتسع نطاق الخطايا بقى كتير وبقى يوصل للصغير والكبير ويوصل جوه البيوت وبرى البيوت عشان كده علينا مسئولية ضخمة جدا ضخمة لا يمكن حصرها مسئولية توبة النفوس توبة الاسرة دي وتوبة الشخص دا الزوج دا والزوجة دا هي والابن دا والابن دي والبعيد هو عمل ضخم للغاية ويمكن بقدرتنا ما نقدرش نقضيه كله كاملا إلا إذا النعمة اشتغلت فينا فأنت مدعو بالنعمة وأنت تعمل بالنعمة وأنت تطلب النعمة نعمة الستر دائما دولا رب اصدر علي عشان تعفطنا عشان نقائصنا عشان سهوتنا فالخادم فينا كيف ما يكون موقعه ومسئولياته واتساع المسئولية زي ما يكون هو أولا وأخيرا أدا في يد النعمة وطبعا واضح لنا أننا مهما عمل الله على أيدينا لا ننسب شيء لأنفسنا هو كله عمل الله هو ربنا استخدمني وعملنا الحكاية دهيت أو الموضوع ده أو أنشأنا كده أو رتبنا كده هو كله منسوب إلى عمل النعمة إذن النعمة في حياتنا كخدام دعتنا للعمل والنعمة تجعلنا نشغل بتتويب النفوس وهواية خلاص للآخرين والنعمة هي التي تصدر علينا تصدر على الإنسان وتكمل كل ضعف فيه لكن النعمة مش بتشتغل فينا احنا بس النعمة أيضا تشتغل في نفوس من نخدمهم وده اللي بيساعدنا فالنعمة أولا تستطيع أن تهيئ قلوب من نخدمهم لما بنعمل خدمة اجتماع مثلا أو نقيم أداس أو تسبحة أو اجتماع صلاة أو أي نشاط من الأنشطة دهيت النعمة هي التي تهيئ النفوس تهيئ أنه يساعد تساوي الأرض زي بالضبط للزارع لما بيجي يزرع بيحتاج أنه يساوي الأرض ويحرطها ويوضبها للزرع أفكركم بالقصة المشهورة بتاعت القديس بولوس الرسول لما وقف يتحاكم قدام أغرباس الملك قاعد يتكلموا بحماس وطلاقة كبيرة جدا فالرجل اتعادل في جلسته وقال له بقليل تقنعني أن أصيرها مسيحية يعني خلاص فضلك سنة كده وتشتغل آه ما هذه النعمة اللي اشتغلت فيه النعمة اللي حركت قلبه اللي خلاص بقى قرب أنه يقبل المسيح النعمة أيضا تجعل المخدمين يشبعوا يرتووا تمحنا بنحضر كل يوم قدس قدسك قل لك النهاردة أنا تعزيت في القدس ده أنا تعزيت في الاجتماع ده أنا تعزيت بالموضوع ده فالنعمة هي التي تجعل الإنسان يشبع ويرتوي ويستجيب ده أنت ممكن تقول العبارة في عزة أو في تعليم أو في اجتماع تلاقي العبارة ده هيك أنها موجهة قل لك أبونا فلان أو سيدنا فلان علمنا كذا ثلاثة أربع كلمات هي النعمة التي تعمل في قلوب المخدمين وبتشبع الواحد هو إيه اللي بيخلي الإنسان شاب مثلا يحضر الاجتماع وبعدين يجي الاجتماع بتاع الأسبوع اللي بعديه إيه اللي بيخليه يحصل يعمل كده ويكرر هو بيحس إنه شبع إنه ارتوي وبالتالي إنه محتاج ودايما بنقول الآية بتاعة سفر الأمثال النفس الشبعانة هدوس العسل بنلاقي مثلا من ولادنا أحيان يبعدوا أو ينحرفوا أو يشتوا أو يغيبوا أعرف كده إن الأفعال دي كلها بتتم عشان النفس لم تشبع لم تشبع ولازم إحنا كلنا نتأكد إن اللي قدامي شبع شبع بيعجبني قوي تقليد كده كان قديم في بعض القرى والريف لما كان الأب أو الأم يعود يأكل ابنه أو تأكل ابنها أو بنتها وفضل يأكل والود يعني أحياني يتملص مش عايز يأكل أو يبعد عن الأكل يوم تغريب أي حاجة أو أي حركة لغاية ما الطفل يشبع ويقول له ماما أنا شبعت تروح رد عليه وتقول له أنا فرحت يعني شبع ولادنا هيفرحنا شبع ولادنا الروحي هيفرحنا إحنا كمان النعمة كمان بتسبب النمو التدريجي في حياة ولادنا لا الولد وهو صغير كده قدامك في مدارس الأحد أو في الفصول الولد ده له مستقبل يكبر بقى شاب حلو كده يخدم ويانا حس عنك عليه وتشجعه ادخل أعداد خدام ادخلي فصول الكرال الكرال اللي في الكنيسة اكبر شوية بشوية طب ادرس كذا طب ادد له فرصة كذا وهذا اللي حصل والقديس أساناسيوس لما القديس البابا أليكساندروس شافه بيلعب شاف فيه إمكانية للمستقبل معناه بي كان بيلعب بيلعبوا مع مدية وحطهم في المية ويطلحهم على شط البحر الأبيض المتوسط لكن النظرة الساقبة والمستقبلية وعمل النعمة خلت أساناسيوس يتدرج من شماس إلى أن يصير بطريارك عظيم في تاريخ الكنيسة حتى حتى بنصلي دايما نقول كذا الخطاء الذين تابوا عدهم عمونيك ما هذا نمو ومؤمنوك عدهم عشوا هدائك وشوى الذين هاهنا اجعلهم متشبهين بملائكتك فالعملية فيها عملية تدريجية النعمة في حياة المخدمين تهيئ القلب وتمهده النعمة تساعد في الاستجابة والشبع والارتواء والنعمة تسبب النمو المتدرج في حياة ولدنا وحياة الرعية اللي بنختم